من جانبه قال وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش أن على قطر أن تمتثل المطالب الدول الأربع التي قطعت علاقتها معها وقال قرقاش أو خلال لقائه الصحفيين أن البديلة إذا لم تمتثل الدوحة لتلك المطالب هو افتراق الدروب وليس تصعيده وحذر قرقاش من أن قطر ستصبح معزولة إذا لم تتمثل المطالب خلال عشرة أيام مؤكدا أن الدولة التي تروج لأجندة إرهابية لا يمكنها أن تكون جزءا من التجمع الخليجي وأضاف أن الدبلوماسية لا تزال أولوية في حل الأزمة مع قطر لكن تسريب السلطات في الدوحة لمطالب الدول الأربع أدى لتقويض قدرة الوسطى على الانتقال بين الأطراف ومحاولة التوصل إلى أرض مشتركة وأشار قرقاش إلى أن نجاح الوسطى يتوقف كثيرا على قدرتهم على الحركة ولكن ليس في العلن